هو اتفاق يمثل بداية جديدة ونهاية مرحلة الشد والجذب، الاتفاق حول النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع تربية الوطنية، الذي وقعته الحكومة مع ممثلية نقابة التعليمية الأكثر تمتيلية، بعد توصل الطرفين إلى اتفاق بشأن تعديلات المرتبطة بالجانبين التربوي والمالي لموظفي قطاع تعليم. هذا الاتفاق تعبر أولاً على إرادة الحكومة وعلى رأسها سيد رئيس الحكومة لمواكبة أو خلق الظروف الملائمة لتنزيل الإصلاح من المنظومة، بما فيه أولاً المصلحة تلامت، بما فيه أيضاً توفير الظروف الملائمة لتنمية البلاد ومواكبة واحد العدد للأوراش التي تلقهم جلالة المالك اللينسرون. اليوم حسنا بأجواء إيجابية، حسنا بإرادة سياسية عند الحكومة من أجل حالة كل ملفت، وكان أكد النساء ورجال تعليم بأنه النظام الأساسي اليوم تم إعداده من جديد، فاليوم أمام نظام أساسي جديد يضمن لهم الحقوق والواجبات والضمانات. النقابات التعليمية وبعد سرسلة من اللقاءات التي عقدتها مع اللجنة الثلاثية الوزارية تثمن عالياً التفاعل الإيجابي ورغبة الحكومة في حل كل مواد النظام الأساسي. اليوم نسجل والسيد الرئيس الحكومة واللجنة المكلفة من طرفه بارتياح استجابة لمجموعة من المطالب العادلة والمشروع على النساء ورجال التعليم. اتفاق اليوم نعتبره تاريخياً لماذا؟ لأنه جاء بمكتسبات جد مهمة بالنسبة للشغيل التعليمية، مكتسبات لعندها أتر مالي، ومكتسبات التي تحل عدة قدايا فئوية طال انتظارها. تم الاتفاق اليوم على تعديل كل مواد ومقتضيات النظام الأساسي، تم حدف مواد، إضافة مواد، تم تعديل مواد لكنت مطار، احتجاج دينيسا ورجال التعليم، لهذا كان أعتبره على الحظة مهمة. وبدوره رئيس الحكومة سيد عزيز أخنوش الذي ترأس هذا اللقاء عبر تقنية التناظر المرئية، نوها بالروح الإيجابية التي طبعت إخراج النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع تربية الوطنية. لافتاً إلى قناعة الحكومة الراصخة بأن تحقيق أهداف إصلاح قطاع تعليم يمر عبر تعزيز مكانة وأدوار الأستاذ، مما سيسهم في توفير الشروط المواتية لكسب رهانة الإصلاح العميق للمنظومة التربوية وتعزيز الثقة في المدرسة العمومية.